اشتركوا في القناة وفيه برضه سؤال ايجاني ولكن السؤال اللي انكتب على الصفحة اعتقد انه المقصد فيه خير ولكن السؤال اللي ايجاني هجومي على الفيسبوك على الرسائل مش مقصود فيه خير فاول ايش خلينا احنا نخذ حسن النية في الموضوع انه لما ذكرنا في حلقة الامس انه الدعاء بوقت والاوقات او كل دعاء الوقت او بين حسب الوقت ففيه ناس هاجمتني انه الدعاء في كل وقت والدعاء لا يقترن بوقت ومش عارف ايش طبعا هذا بعبر عن جهل الشخص اللي وجه الهجوم هذا لانه اول ايش ما فيه مش احنا عن ايش منحكي اول واحد اثنين انه هو هاجم على جهل بدون ما هو يبحث وبدون ما هو يسأل وبدون ما هو يعرف فيعني زي الواحد اللي فراسه فكرة فمعناته اللي فراسه هو الصحيح بدون ما يرجح هذا يعني زي ما بجيني انا شخص مثلا انا طبيب بجيني على هذا فبقول له انا اخذ مثلا ايبو بروفين فقالها قالوا انه للكورونا ضار وللي مش عارف ايش وبضيق الشعب الهوائي ومش عارف ماشي هذا طلعوا وحكوا عنه وانتناقلت الناس الايبو بروفين بضر تبعين الكورونا تبعين الكورونا يعني المريض اللي في الكورونا واللي وصلت عنده الكورونا للرئة لو اجي اخذ ايبو بروفين تعمله اعراض جانبي اما الانسان العادي ما ياخذ ايبو بروفين ما هو شو الايبو بروفين برستمول يعني هو زيه زي البندول يعني بس بدخل معه جزء من البروفين يعني لا تاخذ الفكرة انك انت سمعتها معناته انت فكرتك صحيحة دائما في اهل اختصاص للموضوع في ناس راجعهم ارجع للفتاوى ارجع لرجال دين حافظين لكتاب الله ما ابدأ قولك اني انا حافظ كتاب الله ومن عمري 11 سنة انساني انا حطني على جانب هيك ولكن انا اسأل روح اسأل لي اخي قبل ما تيجي تسألني انا فانا بدي اجاوبك اليوم وبدي افيد الناس بالاجابة انه هل لا الدعاء وقت اول ايش الدعاء في كل وقت والتسبيح في كل وقت والاستغفار في كل وقت ولكن لمين للعوام ولا كل الناس يعني للكل بيقدر يدعي بيقدر يسبح وبيقدر انه هو يعمل اي شيء في كل وقت هذه تقرب الى الله مش محصورة بوقت وصلت هاي هذه اول جزء عشان اسكر عليك انا النقطة هاي ولكن الجزء الاخر من الموضوع اللي انتي ما انتبهت له او انتي ما ركزت فيه انه ربنا علم سيدنا محمد وعلم المؤمنين الاوقات اوقات التسبيح اوقات الاستغفار اوقات القراءة القرآن اوقات اللي هي الاوقات القوية احنا منسميها فهو لما اجا ذكرها ذكرها في صورة معينة احنا ما منعرف في اي يوم نزلت في اي ساعة نزلت ليش ذكر الساعة هاي باي وقت نزلت انتي كانسان عادي ما بتعرف عادي بتاخذ انه لا في اي يوم بس المتخصص بالعلوم لما بدخلوا حسبوها عرفوا انه هاي اوقات محددة بتيجي بالسنة مرة بتيجي بالشهرين مرة بتيجي بكل عشر سنوات مرة الها اوقاتها ولكن لو استخدمتها واجتهدت فيها انتي للعارفين والاشخاص اللي يجربوها شوف اللي احنا منسميها المجربات فالمجربات هذه دليل لحالها دليل دليل فهذا جربها وزبطت معا فما منوخذها احنا على شخص احنا منوخذها على مية على الف على عشر تلاف شخص من العلماء الثقات جربوها ورجعوا لأساتذتهم وقالولهم انه احنا جربنا هاي في الوقت الفلاني فادت فعلها بكذا وكذا وكذا ارتسم الوقت وانحسبت على الوقت وتبلورت عشان هيك لما بيجي واحد بقول لي ما انذكر الوقت فانا اليوم على حسب اللي انا بالذكر لاني ما عديت لاني انا قرأت الرسالة فعلى طول خط بلشت انا اسجر في الحلقة فعلى اللي موجود عندي ان شاء الله ان ربنا يلهمني على اساس اني انا اذكر لك اياها بتعرف اكم مرة وردت كلمة العشاء يعني ربنا لما ذكر كلمة العشاء في القرآن ذكرها هيك طيب العشاء ان ذكرت اعتقد اعتقد على حسب ذكرتي يمكن اتناعشر مرة اعتقد انها اتناعشر مرة في عشر صور ليه وسبح بالعشي والابكار ماشي اه عندك اه مناش نعد خلص يعني العشي معروفة بتقدر تدخل انت في برنامج في القرآن تقدر تكتب كلمة العشي بطلع لك كل الآيات ولكن انه ذكر العشي والابكار ذكر الله يسبحون يذكرون ماشي الصبح برضو ان ذكرت اكثر من مرة يعني على اساس انه برضو فيها اشياء للتسبيح الساعة علم الساعة علم الدهر طرفي النهار دلوك الشمس اناء الليل اه الوقت اه المساء الفجر اه الغسق اه الغدات او الغدات العصر الضحى اللهم صلي على محمد وعلى المحمد اه السحر اه البيات اه البكور اه الاصال اه الاشراق اه ادبار النجوم اه 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 اخر النهار بكفي الله الحمد لله الحمد والشكر لله هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر الحمد والشكر لله يعني اه نعم من الله انه الواحد الضل ذكرته او دماغه شغال حتى لو تعطل في اجزاء كثير من جسمه الحمد لله رب العالمين طيب يا اخوان فعشان هيك لما بيجي واحد بقول هذه الاوقات ما ذكرت عبث واعتقد لما تيجي تركز فيها فبترجع للصورة فبتلاقي ان الصورة كانت تؤمر محمد بقراءة القرآن او بالصلاة او بالسجود او بالتسبيح او بالاستغفار او 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 الى ما لنهاية فهذه الاوقات علم 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 مش سهل ماشي انت طبقها اعرف اوقات النهار اللي انذكرت هاي طبقها في تسبيحك في صلاتك في قبل الغروب وقبل الشروق وا 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 الى ما لنهاية بتعطي نتيجة رائعة جدا لانك انت نفذت او امر الله ولكن كل ما تعمقت في الامر اكثر وخصصت اوقات معينة كمان يعني انت دعيت بهذا الوقت ولكن اختارت اليوم المناسب والوقت المناسب اللي بتصادف معاه نفس الوقت هاد واستخدمت نفس الاسلوب انت معنات واستخدمت مجربات انت تجتهد وبتتعب بتورجي يعني بتخلي رب العالمين كأنك انت تتوسله في شغلات معقدة جدا وشغلات صعبة بتتعب وبتجتهد عليها عشان انت مؤمن انه ربنا رح يستجيب لك في هذا الوقت فرح يستجيب لك وما رح يخيب اوقاتك ولا رح يخيب ظنك فيه وصلتك المعلومة ككل فهاي انا اللي حبيت اني انا اوضحها اليوم ثاني اشي انتو بتقرأوا صورة الكهف او الاغلب بقرأ صورة الكهف وبقول لك احسن اشي تقرأها يوم الجمعة وانا متأكد تماما تسعة وتسعين في المية من اللي رح يسمعوني ما بيعرفوا طب ليش يوم الجمعة طب ليش انه فيه ساعة في يوم الساعة في يوم الجمعة من صادف دعاؤه في هاي الساعة ربنا استجابله بما دعاه طب شهي الساعة هاي بقول لك لا وهو لانه الانسان اللي ما ترحى بعلم الساعة والوقت ما بقدر يحدد هاي الساعة ولكن هاي الساعة زي الساعة اللي قلنا فيها بدعوا فيها للزواج وبدعوا فيها للتقرب وبدعوا فيها للدخول للسلطان فالوقت موجود واستخدام الوقت موجود وما بنقول للناس روحوا كل كهسة تعلموا الوقت او اعرفوا الوقت اعرفوا الاوقات اللي ذكرت بالقرآن اعرفوا ما ذكر الله على لا سيدنا محمد ولا المؤمنين عشان يتبعوا بتقدر تطلع الايات بتقدر تحدد الاوقات وبتقدر انت تستخدمها لعباتك ماشي يعني بس حبيت هذا يعني في برضها انه ادعي في الثلث الاخير من الليل وانت ساجد برضه طب ليش في الثلث الاخير طب ما هي ذكرها ربنا قبل شروق الشمس الله يعطيكو العافية يعني حبينا بس انه ننوه للنقطة هاي وانفيد بالنقطة هاي واذا حبيت اني استرسل اكثر في الموضوع هذا ما رح اعمله مع الابرج رح انا يعني على قدر امكانياتي رح اسجللكو يا بحلقات انه كل وقت وهذا الوقت كيف بنحسيب وكيف ممكن انك انت تستفيد منه وانا عارف انه مجهد جدا ومتعب جدا ولكن يعني ان وجدت انه في اشخاص حابة انها تتعلم هذا العلم والعدد يعني جيد فممكن اني انا ابدأ في هذا الموضوع او ارتب وقت لهذا الموضوع السؤال الثاني اللي طرح انه وين توقعات الشهر ليش ما نزلتش توقعات الشهر انا بصراحة مش حاب ان ازل توقعات الشهر الكثير بنزلوا توقعات الشهر وكثير انتو بتسمعوا التوقعات وتقريبا كلها متشابهة ونفس الاقوال من كل الاشخاص الموجودين فما بدي انزل لانه الفترة الماضية يعني كثير فيه هجوم وكثير مش عارف ايش ونفس الكلام وبتسرق منهم وبتحط منهم وتعطي منهم ونفس الكلام بتعيدوا فيه كلكو فيعني انا شايف انه ما فيه منفعة وخصوصا مع تسارع الحركي للكواكب فما رح الواحد يركز فيها مزبوط وما رح يفهمها مزبوط فعشان انا قاعد بجهز على اساس التوقعات الاسبوعية التوقعات الاسبوعية بتكون اشمل وبرضو بقدر استبحر فيها اكثر وبتقدر تفيدك اكثر انت خصوصا اذا جمعت الاسبوعية مع اليومية بتطلع بمعلومة كاملة وبتبقى مهيئ امورك بخلال الاسبوع هذا واذا كان فيه حركة فلكية طويلة رح تصير لمدة مثلا تأثيراتها فراح نذكرها ما احنا نذكرها بالاخبار الفلكية ولما بتصير الزاوية هاي ومنعطي تنبيهات ايش اللي ممكن انه يصير او قبلها بفترة زي ما حكينا عن عطارد ايش اللي لازم تحتاطولو او ايش اللي لازم تعملو بالفترة القادمة يعني اي النقطة اللي حبيت اوضحها عشان ما تعتبوا علي عشان برضو الاشخاص اللي بتحط جمعة الديسلايك اعطيهم مجال انهم ينزلوا توقعات شهرية يصرقوا من بعض وينزلوها وفي نفس اللحظة انه انا ما بنزل فيديوهات بس عشان اجمع لايكات ومشاهدات ما بهمني ايش هذا الموضوع بهمني ايش اللي انت ممكن انك انت تستفيد منه فالتوقعات شهر ستي اجمالا كل اللي نزلوا التوقعات رح يدخلوا بالحيط ويدخلوا الناس بالحيط لانه توقعاتهم رح تتضارب مع بعض رح يعطيك اشياء ايجابية ويرجع يقولك نفس الايجابية يحكي لك ياها سلبية لانه التسارع الفلك اللي رح يصير في شهر ستي رح يخربط كثير من الامور عالية جدا متدنية وانا مش حاب ادخل في المغامرة هاي لانه الحلقة رح تكون طويلة وشرحها رح يكون معقد وما رح يحد يفهمها والمهاجمين رح يكونوا اكثر من الراضين عن الموضوع هذا رأي اذا عندكوا رأي اخر كتبوا ليها في التعليقات خلينا نروع على توقعات عشان انه ما نخذ وقت اطول من هيك بالنسبة للقمر حكينا او قبل ما ندخل للقمر وين موجود توقعاتنا ليوم الثلاثاء اثنين ستة مش لا يوم الاثنين بتنزل يوم الاثنين ولكن احنا منحكي توقعاتنا من اللحظة اللي انا بنزل فيها التوقعات اللي هي الساعة ستة بتوقيت الاردن يعني الساعة تقريبا بحدود الثلاثة بتوقيت جرينيتش فانا بنزل التوقعات عشان تستمق من نفس الوقت هاد لثاني يوم نفس الوقت حكينا التوقعات ليوم الثلاثاء اثنين ستة القمر موجود في الميزان في منزلة الزبانية هي منزل الفساد والقطع والمشاكل تأثيرها على جميع الابراج حكينا لاخر يوم هي موجودة في الميزان القمر رح يكون هاي افضل فترة لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن مين لا الاسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة وعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا ثلاث زوايا فلكية اول زاوية فلكية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعتاشر دقيقة ظهرا يعني في تقريبا في اثناء بث الحلقة هاي بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا هيك احنا خلصنا الزاوية الفلكية مع هاي الزاوية الفلكية اللي هي الساعة عشرة وتسعة وتلاثين دقيقة بعد الظهر ببدأ خلو المسار خلو المسار رح يستمر لغاية الساعة أربعة وخمس دقائق مساء يعني رح يستمر تقريبا من ساعات ما بعد الظهر او بعد الظهر لغاية الحلقة القادمة هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعدها القمر طبعا رح ينتقل للعقرب بالنسبة لخلو المسار ذكرنا عمر القمر القمر الأحدى بعمر 11 يوم في تمام الساعة وحدة عصرا تقريبا بيصير عمر 12 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى عشرين ستة المزاج منتحس القمر في الميزان حتى اثنين ستة المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم ثمنتاش ستة بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 بعدين يرجع للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى يوم 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل موسيقى أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه روتيني زي الأمس تقريبا على طبيعتكم بتكونوا لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ولكن يعني شوي بدكوا أنتوا تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية على أساس أنكوا تتجوزوا أي ضغوطات ممكنة تحدث خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني وهو بيت المال فأنا شايف أنه فيه فرص لاهتمام بمسائل مالية إما عملية دفعات أو عملية الاهتمام بتحصيل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو استرداد لبعض الحقوق أو نوع من الهبات أو الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو ضاغط ما زال بالسلبية لآخر يوم فعشان هيك يبدك تحذر النقاشات والعصبية والحدية والانتقاد هذا أهم نقاط يعني لازم تحذر لها خلال اليوم وبرضه ممكن تكثر عندك الاتصالات والتنقلات بدك تكون حذر أثناء التنقلات من الطيش أو من الحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت ما زالت برضو الضغوط موجودة وهي يعني رح تستمر لفترة طويلة تقريبا طول الشهر رح يكون في ضغوط على مستوى البيت بتسبب لك بعض التواعكات أو بعض الاختلاف في وجهات النظر أو الحدية أو أعطال أو اهتمامات منزلية أو أمور إلها علاقة في خلاف معين أو سوء تفاهم أو مشكلة بتتعلق في أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو الأمور ضاغطة تقريبا بدنا نحكي طول الشهر برضو على المستوى العاطفي عشان هيك بتكون تحذروا من أي تقلبات عاطفية أو مسائل عاطفية أو سوء تفاهم عاطفي مع الحبيب خلال هاي الفترة أو خلافات مع الأبناء بالفترة هاي لأنه برضو الضغط اللي موجود فيها صحيح أنه ما رح يظل بنفس الوتيرة رح يخف طيلة الشهر ولكن أنه برضو بكون فيه يعني قابلية للأمر هذا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو على مستوى العمل ضاغطة فممكن يتسبب لك بعض التوترات خلال هذا اليوم ممكن ما تقدر تنجز كل الأعمال الضرورية ممكن يصيبك نوع من أنواع الإرهاق في إتمام بعض الأمور وبرضو في نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي ما تجهد حالك زيادة أما بالنسبة لبيتك السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات لأنه القمر موجود في الميزان يعني مقابلك مباشرة بالنسبة للبيت الثامن أنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك اهتماماتك طبيعية ما في أي شيء لا زيادة ولا نقصان ولكن قلل من المصاريف الغير مرغوب فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم تظهر بعض الحدية في ساعات الصباح إما لخلاف أو خبر بيجيك من برة أو من أحد الأشخاص خارج البلاد أو أمور إلك أنت مثلا في امتحان ممكن أنه يتعركس أو يتغير الامتحان أو تجيك أسئلة صعبة فعشان هيك تستعد وتدرس بشكل جيد الأوراق القانونية والمعاملات بدها حذر خلال هذه الفترة يعني خلال اليومين القادمات بدك تركز بشكل جيد على هاي الأمور وفي نفس اللحظة زي ما حكينا اللي عنده امتحانات بده يدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة جيد الأمور وعلى مستوى أمور العمل بالمؤسسات الكبيرة برضو جيدة فاللي بده يقدم لشركة والسيفي تبعته على أساس أنه يقدم مقابلة أو عمل اليوم مناسب وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم وممكن ينظر لكم زملائك أو رأسائك بالعمل بالإعجاب أو بالتعاون معهم أما بالنسبة لبيتك 11 برضو جيد على مستوى بيت الأصدقاء والمعارف وهذا بدعم علاقاتك ومعارفك وممكن اليوم تنجز بعض الأمور يعني بمساعدتهم أو تستشيرهم في بعض الأمور اللي أنت بتناسبك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة أو روتينية تقريبا يعني بتحميك صحيا فعشان هيك منقول اللي ذكرناه في البيت السادس ممكن هاي التوععكات عابرة يعني مثل صداع آلام بالرأس يعني بمنطقة الرأس أو آلام بمنطقة الوسط يعني بالمحيط الأمعاء الخواصر البول أشياء مثل هذا وأسفل الظهر برج الثور بيتراكم العمل لديكم لكن بتجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقتكم باكر لعملك وما تلتهي الانشغالات كثيرة وممكن أنه ما تنجح في إتمامها كلها نظم أوقاتك وما تقصر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا إيجابية نفسيا أنت مدعوم بطاقة جيدة جدا هي تقريبا الشهر هذا كله إجمالا نفسيا أنت راح تكون مرتاح ما في أي يعني على المستوى النفسي ما في أي بلابل إلا إذا كان طالعك شوي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإضطرابات أو الإنزعاج أو عدم الثقة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى بيت المال أنا شايف الأمور برضو جيدة ممكن تحصل بعض الأرباح أو بعض الاهتمامات المالية وممكن برضو اليوم أنك منعمل إضافة هدية أشياء من هذا القبيل ولكن قلل منه صريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني ضاغطة لآخر يوم فعشان هيك ممكن اليوم برضو يكون فيه عندك زي الأمس نوع من أنواع الحدية في الطباع أو يعني بدك تركز أثناء تنقلاتك إذا عندك دراسة بدك تركز بشكل جيد وممكن يصير فيه تعامل أو تعاون أو يعني خلاف ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت برضو أجواء البيت ضاغطة يعني أي أمور إلها علاقة في البيت يعني ممكن أنها تسبب لك نوع من أنواع الضغط إما خلافات أو سوء تفاهم أو حدث منزلي أو عائلي أو اهتمامات مثلا طويلة المدى طول الشهر مثلا تكون فيه أشياء إلها علاقة بالبيت أو بتركز الوضع على البيت أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني على المستوى العاطفي ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا أنتوا وأفراد العائلة أو أنتوا الأحباء تحديدا لأنه أفراد العائلة المقصود في البيت الخامس اللي هم الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع مستوى الشراكي جيد جدا اليوم بتدعمك بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب ما بينكم وفيه منكم ممكن اليوم يعني يصير فيه تقارب جيد أو إنجاز بعض الأعمال المهمة بينه وبين شريك العاطفي اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه ساعات يعني من الظهر بتبلش فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى الأموال المشتركة إما أمور إلها علاقة في الضريبة في التأمين مستردات مالية ببنك بكشفات حسابية بقروض يعني ممكن شوي يصير فيه بعض الخربطة أو الاهتمامات منك على هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن يجيك خبر أو تتسرع أنت بالحكم على شخص من خارج البلاد أو يستفزك موقف معين أو يتعطل أمر إلو علاقة ببريد أو مشتريات جيتك من بره أو مؤسسة تعليمية أو أشياء من هذا القبيل بدها نوع من أنواع التركيز خصوصا إذا كان عندك امتحان جامعي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك برضو على مستوى بيت السمعة أو مستوى العمل ممكن اليوم تقدم لعمل وممكن برضو تعمل مقابلة بلكن بدك تحضر لها بشكل جيد وممكن تنجز بعض الأعمال بتعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني شايف الأجواء روتينية يعني بتتعامل بينك وبين الأصدقاء والمعارف على طبيعتك ولكن ما في أي إيجابية أو سلبية أنها تعركس الأمور أو يكون فيها شغلات مفاجئة إلا إذا طالعك ممكن هو اللي يدعمك في هاي النقطة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو برضو جيد جدا ممكن أنه اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم أو ينظر لموضوع صحي أو رقابة صحية أو أشياء من هذا القبيل برج الجوزاء طبعا اليوم جيد زي يوم أمس وأحسن كمان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي في هاي الفترة يعني منعتبرها إحنا فترة استثنائية بما أنه القمر موجود في البيت الخامس فهو بدعمك بطاقة كبيرة ببتسم لك فيها الحظ وبتكون فرحتك كبيرة بتهتم باستعادة موقع معين أو بتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره يعني الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الإنفراجات والأخبار السارة أما بالنسبة للوضع النفسي تقريبا أحسن من اليوم أمس اليوم مشحون بطاقة أكثر كمان ثقتك بنفسك أكبر ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال مهمة وممكن تهتم بنفسك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي برضو جيدة البيت الثاني بدعمك ماليا ممكن تحقق بعض الأرباح خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض المستردات المالية أو الاهتمام بمسألة إلها علاقة بهبة مساعدي شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فهو شوي في نوع من الخطر ولكن مش هالخطر الكبير فعشان هيك منقول لك بس دير بالك أنك تعصب أثناء النقاشات خصوصا إذا واحد استفزك بدك تمسك عصابك إذا عندك تنقلات أو عندك حركة برضو نفس الإشي بدك تركز أثناء القيادة برضو في عندك نقطة مهمة إنه إذا عندك امتحان مدرسي بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما باقي الأمور فتقريبا جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني على مستوى البيت بتتعامل على طبيعتك ما في أي إيجابة أو سلبية في هذا المكان أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس جيد وبيدعمك على مستوى العمل وعلاقتك بالمسؤولين وممكن برضو تهتم بمسألة العلاقة بالأدوية أو ببعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو حتى رياضة ممكن أو حركة أو يكون عندك نشاط زيادة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي وبيدعم علاقتك بالشريك وممكن هذا يعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الشريك أو حل مشكلة كانت سابقا أو تراجع عن قرار سابق روتيني لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوي يكون فيها نوع من أنواع الحدية أو تراكم بعض الأمور أو ممكن حتى يضيع منك بعض الفلوس أو ينخصم عليك بعض المبالغ خلال هذا اليوم يعني بدك تركز على المستوى المالي خصوصا الأموال المشتركة اللي بتيجي رواتب أو بنوك أو أشياء من هذا القبيل بدك تركز عليها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا جيد لغاية ساعات الظهر يعني بيكون الوضع دعمك بقوة باتصالاتك ممكن يجيك خبر جيد من بعيد أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بالتنقلات البعيدة أو حتى بالمراسلات بأوراق قانونية معاملات امتحانات جامعية جيدة أما بساعات ما بعد الظهر بدك تهتم بشكل سلبي بكل اللي احنا ذكرنا أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وبيدعمك بقوة يعني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بزميل أو برئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد عن مستوى علاقاتك فهذا بدعم من علاقاتك أو علاقتك مع الأصدقاء وممكن يكون فيه تعاون مع معرفة معينة أو استشارة على موضوع معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتقدر تنجز كل أعمالك بشكل جيد وفي نفس اللحظة ممكن تهتم بشؤون صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أحد أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها فلا تفقد الاتزان والثقة بالأحبة حاول أنك أنت يعني لأنه اليوم ممكن يعني يكون فيه نوع من أنواع القلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما تكون مسألة شخصية يعني حاول أنه برضو إذا كان فيه عندك مصاريف أنك ما تخلي يعني تنتبهلها بشكل جيد ما فيه داعي للإصراف بدون دراسة أما على المستوى النفسي فتقريبا متقلب خلال هذا اليوم يعني لحظات روتيني لحظات ممكن يعني في ساعات الصباح أو لغاية الظاهرة هيك تظهر يعني شغلة تستفزك أو أنه تخليك تكتئب أو تدخل في وضع نفسي هيك تحاول أنك ما بدك تختلط بحد خلال هذا اليوم لا اطلع منها لأنه بعد ساعات الظهر الأمور بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة وخصوصا أنه القمر بالتجه للبيت الخامس اللي هو للعقرب فرح يدعمك بقوة أكثر خلال الفترة القادمة ولكن ابتداء من ساعات الظهر لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم يا بتجيك من عمل إضافي يا نوع من أنواع الدعم يا الهبات يا المساعدات يا الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على بيت الاتصالات والمواصلات فعشان هيك ممكن اليوم يحملك يعني كثير من الأشياء اللي هي الحدية بالطباع أو العصبية أو ممكن يعني من أثناء حركتك ممكن يعني تعرض نفسك لبعض الإصابات أو الاهتمامات بأمور الهلاقة بالسيارات أو بالتليفونات بشكل سلبي يعني أعطال أو اهتمامات صياني وتصليح أما بالنسبة للبيت الرابع فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة مشحون بطاقة إيجابية وهي بتعمل تقارب ما بينكو بين الحبيب أو مصالحة أو تعامل ما بينكو بين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة شيئا ما ولكن برضو تحمل في فترات نوع من أنواع تراكم الأعمال أو عدم القدرة على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبدك تهتم لبعض التوعقات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة دعميتك على مستوى بيت الشراكي وبتعمل يعني تقارب ما بينك وبين الشريك أو حل بعض المسائل الجيدة اللي بتقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تحل بعض الأمور بشكل ودي أو تتراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن برضو بدعمك بقوة وهذا بساعدك في بعض المسائل على المستوى الأموال المشتركة زي بنوك وضريبة وتأمينات أو أمور لها علاقة بالمستردات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء شوي يعني بتتراجع قاعدة على مستوى البيت التاسع للإيجابية ولكن بحاجة لكمان يومين جايات بعدين الأمور بتصير يعني تقريبا روتينية ولكن لحد الآن في نوع من أنواع القلق خصوصا من ساعات الظهر يعني ممكن تقلق بشأن شخص خارج البلاد أو يتعطل عليك موضوع إلو بالاتصالات أو بالسفر أو أوراق سفر أو معاملات مع أشخاص خارج البلاد اللي عنده امتحان جامعي في ساعات بعد الظهر بده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة ودعمة بقوة فممكن اليوم يعني صير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل أو ممكن اليوم تعمل مقابلة أو إشي له علاقة بالعمل بشركة كبيرة أو مؤسسة كبيرة وتكون إيجابية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء والمعارف فالأمور تقريبا روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا مع أصدقائكم ومعارفكم بشكل طبيعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة يعني هاي بتحميك من أي عدو أو أي شخص بتأمر عليك بالخفاء ممكن اليوم برضو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بصحتك بشكل أكثر تركيز وخصوصا أنه البيت السادس يعني شوي بشكل نوع من أنواع الضغط فعشان يكن منقول منطقة الرئة ومنطقة القولون هي أكثر منطقتين حساسة برج الأسد بتنشطوا اليوم في الدراسة وفي أمور إلها علاقة بمعاملات سفر أو تنقلات كثيرة بتكون عندكم والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة يعني بنعتبرها للتواصل بناء مع الآخرين بتتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية أهم إشي أنك ما تضيع الفرص أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور روتينية على المستوى النفسي إيجابي يعني ما يلين من روتيني لإيجابي أكثر فثقتك بنفسك قوة شخصية عندك رائعة برضو بتهتم بأمور إلها علاقة بالتجميل أو بالتزيين أو باللباس أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو جيدة بتدعمك على المستوى المالي بتعمل يعني بعض المكاسب المالية أو المستردات المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالعمل الإضافي أو ممكن رواتب أو أشياء إلها علاقة بالدعم المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء شوي زي ما ذكرناها بالضبط ولكن أنه في لحظات ممكن أنك تعصب هاي ما ذكرناها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وهي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو اجتماع عائلي أو لقاء عائلي أو حتى أنه حل مشكلة عائلية بتكون أنت طرف فيها لحل نزاع أو خلاف ممكن تهتم ببعض الشؤون البيتية زي صيانة، ترتيب، تجميل أو أمور لها علاقة بالديكور مشتريات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت السادس شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط يعني بتسبب لك نوع من أنواع يعني التقصير في بعض الأعمال أو عدم القدرة على إنجاز كل الأعمال وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي حاول أنك تحمي حالك من أي توعق صحي ممكن يصير يعني مثل برد أو مثل أشياء عابرة يعني أما بالنسبة للبيت السابع فبدعمك على مستوى بيت الشراكي بيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك ممكن اليوم يصير في تفاهم ما بين الأزواج تحديدا على مسألة معينة أو تقارب ما بينهم أكثر وهذا يعني بعزز العلاقة العاطفية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فالأجواء عندك تقريبا جيدة وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط وخصوصا فيه ساعات ما بعد الظهر يا بتسبب لك نوع من أنواع لإرباك أو بتزعل على خبر معين بتجيك من خارج البلاد أو ممكن تتعطل بعض الأمور لها علاقة بمشتريات خارجية أو أوراق سفر أو معاملات من هذا النوع اللي عنده امتحان بده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فجيد على مستوى بيت السمعة يعني سمعتك جيدة وفي نفس اللحظة بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وهاي بتعملك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك في العمل أو رؤساك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبدعمك بقوة أكثر فهذا بيعمل تعزيز العلاقات مع الأصدقاء والمعارف وممكن برضو يكون فيه أشياء إيجابية أو أشخاص تقدر تستشيرهم في مسألة معينة أو تتقارب ما بينك وبينهم في مسألة معينة وعشان هيك يعني جيدة جدا أما بالنسبة لبيتك البيت المتاعب فهو ضاغط عشان هيك منقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ومنك لازم أنه يهتم بوضعه الصحي بشكل جيد بالفترة هاي لأنه التقلبات الصحية بتيجي سريعة برج العذراء ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة بتتركز الأمور على أمور مالية أهمش أنك ما تقلق من المصاريف الطبية والاستشفائية الطارئة ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فما زال على المستوى النفسي لسه ضاغط يعني بده أكم يوم لتستقر الأمور بشكل جيد يعني ضاغط على المستوى النفسي فبتحس حالك عندك شوية هموم أو مشاكل أو أنه ما عندك طاقة لإنجاز إشي ما عندك رغبة مصابة قليل من الإحباط فعشان هيك هاي الفترة هي اللي ضاغطها هيك أيام وبتتحسن بقوة أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي زي ما ذكرنا في بداية التوقعات في البيت الثالث بيدعمك على المستوى التنقلات والاتصالات والحركة يعني عندك نشاط عالي جدا عندك قدرة على الإقناع برضو عالية جدا يعني الأجواء إيجابية ودعملة إليك ولكن في ساعات المساء يعني ممكن تحتد شوي أو تعصب على مسألة معينة وبرضو دير بالك أثناء التنقلات وخصوصا من ساعات العصر أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد بيدعمك على مستوى البيت وهذا بيعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو تقارب ما بينك وبين العائلة ممكن تحل بعض المسائل العائلية أو تهتم بأشياء العلاقة باهتمامات بيتية أو منزلية أو عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد بيدعمك على المستوى العاطفي وبعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وممكن تحمل لك هاي الفترة نوع من أنواع المصالحة أو علاقة جديدة أما بالنسبة للبيت السادس فهو على مستوى العمل ضاغط شوي فبسبب لك نوع من أنواع عدم القدرة على إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم أو ممكن أن تتراكم عندك الأعمال وبرضو انتبه لصحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي جيد بيدعمك بقوة فهذا بيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك أي ما بين الأزواج تحديدا يا مصالحة يا انسجام بالعلاقة أو تقارب ما بينهم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع تقريبا روتيني لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن تظهر بعض المسائل اللي فيها حدية إما تقلق على شخص خارج البلاد أو خضر من بره هيك يزعجك أو بعض الأعطال اللي ممكن تيجي في أوراق قانونية أو معاملات أو حتى لو امتحانات جامعية بدك تدرس وتركز بشكل جيد وانتبه أثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وهي بتساعدك في إنجاز بعض الأعمال بتعاون ما بينك وبين زملاء أو رؤسائك بالعمل وممكن برضو تقدم لوظيفي خلال هذا اليوم وممكن أنه يعني إذا كان عندك مناقشة أو هذا تكون لصالحك أما بالنسبة للبيتك 11 فهو جيد وبيدعمك بقوة وهذا بيعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء وممكن حل مشكلة معينة وممكن برضو أنك أنت يجي لك دعوي لحضور حفلة مناسبة عزومة مثلا لقاء بعض الأصدقاء أو حل مشكلة كان صعب أنها تنحل بالفترة الماضية ما بين الأصدقاء وبعد أو حتى أنك تستشير لمسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم فعشان يكي أنجز العمالة الضرورية ولو حدث طارق مثلا على الوضع الصحي يعني إذا شعرت بشيء ولا أنا مش شايف أي شيء له علاقة بالوضع الصحي أنا شايف أنه لا أحد المقربين أو لا ناس من الأشخاص اللي أنت بتعرفهم ممكن أنه يشعر ببعض التعب وأنت تهتم فيه أكثر برج الميزان ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم شيء أنه ما تهملها كرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ خلال هذا اليوم يبتهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره أما بالنسبة للبيت الأول فكما ذكرنا الآن يعني قوي جدا بيدعمك بقوة على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني برضو جيد على المستوى المالي فممكن تحقق بعض الإنجازات المالية ممكن يعني راتب أو أمور إلها علاقة بالعمل الإضافي تحصل أموال أو ممكن تحصل أموال لا إلك خلال هذا اليوم أو هدية أو جائزة أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى النقاشات في حدية بالطباع وبرضو على مستوى التنقلات بدك دير بالك تكثر عندك الاتصالات والمواصلات أو التنقلات خلال هذا اليوم اللي عندهم امتحان مدرسي بدهم يركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت وبتدعمك بقوة وبعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو الاهتمام ببعض المسائل البيتية مثل ديكور ترثيب مشتريات أشياء من هذا القبيل كلها تقريبا إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الوضع روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني تقريبا بدأت الأجواء تتحسن شيئا ما للروتينية يعني بظل أفضل من السلبية على المستوى العاطفي وهي يعني بادرة جيدة أما بالنسبة للبيت السادس يعني تحمل لك بعض الأمور اللي ممكن يكون فيها على مستوى العمل يتراكم عندك بعض العمال أو ما تقدر تنجز كل إشي وممكن ما تسأل إلها علاقة بالصحة شوي هيك تكون عليها علامة استفهام فبدك تدير بالك بشكل جيد على صحتك وأي عرض جانبي مثلا حسيت أنه لازم استشارة الطبيب فما تتأخر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة ودعمتك بقوة على مستوى بيت الشراكي وهي تعمل تقارب ما بينك وبين الشريك وممكن مصالحة أو مثلا اتفاقية على أمر معين أو تقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة ولكن ممكن في ساعات ما بعد العصر هيك إما أنك تحصل المبلغ لا إلك أو تهتم بأمور إلها علاقة بالفوتير أو الدفعات أو شيء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات فممكن يعني اهتماماتك تكون جيدة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا بيدعمك برضو على مستوى السمعة وممكن برضو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على طبيعتك مع الأصدقاء والمعارف خلال هذا اليوم أو ممكن تستشير بعض الأشخاص في مسار معين وبتكون إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء شوي ضاغطة فعشان هيك منقول لك يهتم بصحتك وبرضو في نفس اللحظة بدك تهتم بأمور إلها علاقة بإنجاز الأعمال فما تخليها تتراكم كثير عليك برج العقرب طبعا ما زال التعب أو الملل مسيطر عليكم اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء التفاهم بتخف وطيرتك وتشعر بالملل فقد ممكن تتأخر المعاملات أو تلغي بعض المعاملات بترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة فترة سلبية شوي يعني بتحبل نوع من أنواع السلبية حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوزها ضلها اليوم وبعدين القمر راح ينتقل لعندك فالأجواء راح تصير لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء على المستوى المالي جيدة فممكن اليوم تحصل على بعض الأموال أو أمور لها علاقة بالدفعات المالية اللي بتيجي يا من عمل إضافي يا استحقاقات يا رواتب يا دعم يا نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات خلال هذا اليوم وممكن تنجز كثير من الأمور اليوم بتحركاتك وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك أو تدافع عن أي مسألة بتتعلق فيك بقوة وثقة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبية تتعامل عن مستوى البيت على طبيعتك ممكن اليوم يصير فيه تقارب أو لقاء أو يعني الاهتمامات العائلية أو البيتية تكون جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فبرضو على المستوى العاطفي جيد وبيدعمك ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تنشط في بعض الأعمال خلال هذا اليوم فأهم شيء أنك تحاول تحافظ على يعني على إنجاز الأعمال ما تتعب حالك كثير وفي نفس اللحظة اهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد جدا على مستوى بيت الشراكي وهذا بيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك وممكن إنجاز بعض الأمور مشتركة ما بينك وبينه بشكل جيد وقوي جدا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن برضو جيد على مستوى الأمور المالية فهذا يعني بيخليك تنجز بعض الأعمال والمهام المالية وخصوصا الأمور اللي بتتعلق في بنك أو في ضريبة أو تأمين أو مستردات مالية أو أمور لها علاقة بالميراث كلها هاي تقريبا إيجابية ممكن أي واحد منها ممكن كلهم يعني على حسب طبيعة حياتك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط فعشان هيك فيه أمر من خارج البلاد إما بيقلقك أو بيجيك خبر شوي يبزعجك خلال هذا اليوم أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر أو ما تقدر تنجز كل الأمور وخصوصا أوراق معاملات قانونية أشياء من هذا القبيل وبرضو في المقابل إذا عندك امتحان جامعي بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو داعم وبيدعمك بقوة على مستوى بيت السمعة وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الأصدقاء وهذا بدعمك برضو بتعزيز العلاقات أو المعارف خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء وعلى مواقف الآخرين ما تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك أهم الشيء أنه ما بناسبك البقاء وحيد في خلال هذا اليوم وحاول تنجز كل أعمالك خلال هذا اليوم لأنه بابتداء من بكرة يعني القمر رح يصير بالعقرب معناته بيت متاعبك في الفترة القادمة ممكن يعني شوي تحمل لك بعض التعطيل أو تأخير في إنجاز بعض الأعمال أما بالنسبة لبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي الروتيني لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتبلش تحتد الأمور زي ما ذكرنا بسبب انتقال العقرب يعني نفسيتك بيصير متقلبة وممكن أنك تحتد وتعصب بسهولة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة على المستوى المالي وهي بتعزز الفرص المالية عندك يعني ممكن تحصل بعض الأموال أو تجيك أموال من عمل إضافي أو مستردات مالية أو أمور العلاقة بالهبات أو المساعدات تقريبا هذا البيت دعمك طول الشهر بقوة على المستوى المالي إلا في أيام ممكن تنزل فيها شوي ولكن إجمالا هو إيجابي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد شيئا ما يعني فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع بدك تتركز أثناء القيادة والتنقلات وفيه منك ورح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو المناصلات أو الأعطال اللي بتتعلق في هاي الأمور ولكن إجمالا مش إشي بخوف كثير أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى البيت فعشان هيك يعني بتتعامل على اجتهاداتك على مستوى البيت والعائلة بطبيعتك أنت بحسب وضعك الاجتماعي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو روتيني ولكن في الساعات المساء ممكن تظهر بعض المساء العاطفية اللي ممكن أنها تستفزك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال الضرورية والمهمة وممكن برضو تهتم ببعض الشؤون الصحية الإيجابية أو ترتاح من مسألة صحية كانت مع رقيتك بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيدة برضو بتدعمك على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك ممكن اليوم يصير فيه تقارب ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بين الأزواج ممكن حل مشكلة معينة أو ممكن تتراجع عن قرار معين أو يدعمك الشريك حتى لو لفظيا أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك الأموال المشتركة بتتعامل فيها بطبيعتك ولكن في ساعات الظهر ممكن تظهر مسألة إلا علاقة ببنك أو مصرف أو تأمين أو ضريبة أو أموال مشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء روتينية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتحتد ممكن أنه يصلك خبر من بعيد يعصبك أو ممكن تحزن على شخص خارج البلاد أو ممكن تقلق عليه أو ممكن أنه إذا عندك امتحان لازم تركز بشكل جيد لصعوبة الامتحان هذا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة يعني بتدعمك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بتعاونك مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بدعم علاقاتك وأصدقائك وبعمل تقارب ما بينك وبينهم وممكن يحملك اليوم لقاء جيد أو تعامل جيد ما بينك وبين الأصدقاء مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي برج الجدي يوم جيد لما يبحث عن عمل أو برغب إدخال تغيير أو تعديل على طبيعة عمله بينتبه لكم المسؤولين بقدروا جهودكم قدم أفضل ما عندك ما تتهرب من المسؤوليات المكللة إلك أو أداء الواجب لأنك ممكن تضرب بمصلحتك يعني بحاول أن بطلب منك لا الاستثمار أو استثمار الوقت والفرص بشكل جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد وبيدعمك على المستوى النفسي وممكن يعزز من قدراتك وثقتك بنفسك وتقدر تنجز كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبرضه بتدعمك بقوة وهي بتعزز الأمور المالية فممكن يتحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو بعض الدعم خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات واهتماماتك بتكون عالية جدا خلال هذا اليوم وخصوصا في أمور امتحانات يعني اهتمام بالسيارة بالتلفون كلها هي جيدة ولكن بغلب عليك العصبية والتسرع في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا على المستوى المنزلي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة وبتدعم من عواطفك وقدرتك على التواصل مع الحبيب ممكن تحمل لك أي نوع من أنواع مبادرة أو علاقة غرامية جديدة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا برضو يعني فيها نوع من أنواع الضغط يعني لغاية ساعات الظهر ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو تحس بأن الأعمال كثير ممكن لإلك أو مشاكل إلها علاقة بالعمل ممكن تأرقق خلال هذا اليوم ولكن في ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتصير إيجابية وجيدة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك بقوة على مستوى بيت الشراكة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك بقوة عالية جدا ممكن مصالحة أو تعاون أو ممكن توصلوا لحل ما بين على مشكلة سابقة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع فشايف الأمور ضاغطة فعشان هيك بتسبب لك بعض الخلافات مع أشخاص خارج البلاد أو مشاكل ممكن تجيك من خارج البلاد أو ممكن أنه يتعطل أمور إلى علاقة بالسفر أو بالتنقلات أو أوراق قانونية أو معاملات أو أمور إلى علاقة بأوراق الإقامة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة ودعمة بقوة على مستوى بيت السمعة وهذه بتحميك بقوة وممكن برضو أنه تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل زي ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة لغاية ساعة الظهر بعدين بتحتد على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك يحاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تظهر شغلة صحية شوي تقلقك برج الدلو بتنشط في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتنقلات وأوراق ومعاملات سفر وأشياء من هذا القبيل يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهم إشي أنك ما تستسلم كرر المحاولة وثابر حتى تصل لأهدافك هاي فترة يعني تعتبر من الجيدات في خلال هذا الشهر بترتفع حضوضك وممكن أنه تقوم برحلة أو تشاور تشارك في حفلة أو احتفال أو مناقشة في موضوع معين أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم على طبيعتك بتتعامل بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي جيدة ممكن تحقق لك بعض الفرص المالية يا بتجيك من عمل إضافي يا رواتب يا مستردات مالية يا هبات مساعدات هدايا كلها تقريبا يعني متوقعة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ما زالت فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك حدية بالطباع ما تتسرع أثناء تنقلاتك إذا عندك امتحان مدرسي أو عند أبنائك برج الدلو عندهم امتحان مدرسي خليهم يستعدوا بشكل جيد وبرضو في المقابل ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بسيارة أو بتليفون أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وبتدعمك بقوة ممكن تقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو ما بينك وبين العائلة باجتماع عائلي أو ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بمشتريات بدكور بترتيبات باهتمامات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي ما زالت الأجواء ضاغطة شوي لغاية ساعات الدور بعدين بتصير روتينية فهي بتسبب لك نوع من أنواع القلق على الحبيب أو نوع من أنواع التعاطف معه أو إشي خلاف ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو بتراكم بعض الأعمال خلال هذا اليوم يعني بتكون مشغول كثير أو عندك أعمال كثيرة أو مشغلك مكانك في العمل أو العمل اللي أنت بتشتغل فيه يعني ممكن شوي سبب لك بعض القلق لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتبلش تخف تدريجيا لا ترجع روتينية أما بالنسبة للبيت السابع فبدعمك على مستوى بيت الشراكة وتقارب ما بينك وبين الزوجة أو الزوج وممكن مصالحة أو اتفاق على قرار معين أو يعني أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن يعني تقريبا ضاغطها ما زالت على مستوى الأموال المشتركة وبتسبب لك هاي بعض الأرق خلال هذا اليوم وممكن التزامات أو فوتير أو دفعات بنكية أو إلها علاقة بالضريبة بالتأمينات أو بجمعية مثلا ممكن شوي أنه يكون فيها نوع من أنواع المطالبات أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر فهي جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة في أمور إلها علاقة بحل بعض المشاكل اللي ممكن كانت تهدد سمعتك ولكن اليوم هو قوي وباقي الشهر تقريبا بيت السمعة قوي جدا وممكن يصير تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو يكون إلك إنجاز أعمال ملفت للانتباه أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء روتينية لغاية ساعات الظهر وبعدين بتحتد الأمور يعني إما بسوء تفاهم ما بينك وبين صديق أو معرفي أو زعل عليه أو زعل عشانه أما بالنسبة لبيتك يعني بيت المتاعب فالأمور جيدة يعني دعميتك برضو بقوة بالفترة هاي فعشانك ما في خوف على إنجاز الأعمال ولا في خوف على الوضع الصحي إلا من تقلبات عابرة ممكن تكون ولكن إجمالا لأجواء جيدة برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ما تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويلي أو قرض ما ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحان صعب خلال هذا اليوم عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى البيت الأول أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة على المستوى المالي وممكن اليوم تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتجيك يا من عمل إضافي يا إما مستردات مالية يا إما حقوق لا إلك أو من عملك مثلا ولكن أنه في فوائد وممكن تجيك هدية مثلا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو جيدة ودعمة للك فعشان هيك بتنشط اليوم بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والمناقشات وبتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وممكن برضو يكون لك بعض الاهتمامات بأمور امتحانات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء ما زالت على مستوى البيت حادة ولكن بتنزل شوي إما التزامات كثيرة أو أعمال كثيرة أو بعض الضغوطات العائلية شوي ما أرقيتك بالفترة ممكن اهتمامات التزامات ممكن صيانة ترتيب ديكور أعطال يعني من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو ما زالت فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر إما قلق على الحبيب أو قلق من الحبيب فعشان هيك هاي الفترة بتحمل لك نوع من أنواع التوتر على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني على المستوى العمل ممكن قلق على مسألة في العمل أو قرارات مثلا جديدة مأرقيتك أو ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها وممكن على مستوى الوضع الصحي ولكن من ساعة الظهر بتبلش تخف هذه الضغوطات بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تتراجع عن قرار سابق أو مصالحة ما بينك وبين الشريك وخصوصا بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور برضو مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات جيدة وبتحمل لك فرص جيدة خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر بتصير الأجواء متوترة شوي فبدك تدير بالك من خبر بيجيك من خارج البلاد أو من تعطو الاتصال المعين أو تحتد على شخص خارج البلاد أو أوراق قانونية أو معاملات تظهر في هذه الفترة أما بالنسبة للبيت العاشر يعني ممكن تظل الأجواء جيدة لغاية ساعات العصر يعني بتقدر تنجز أعمالك ومهمك بشكل جيد ولكن في ساعات ما بعض العصر ممكن يتراكم عندك بعض العمال أو تنضغط بعمل إضافي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعم علاقاتك وأصدقائك وتقارب ما بينك وبينهم وهاي ممتازة لا أمور يعني إلها علاقة بدعوات بحفلات بلقاءات بأشياء من هذا القبيل برضو بتعمل تقارب ما بينك وبين معارفك أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو جيد بيدعمك بقوة فممكن تنشغل بملف إلو علاقة بالأمور الصحية أو تنشغل بأمور إلها علاقة يعني بإنجاز بعض الأعمال اللي كان صعب تنجزها بالفترة الماضية أو الإهتمام بصحتك أو بلياقتك أو برياضتك أو أشياء من هذا القبيل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء